فالإيمان المسيحي يمكن إثباته في حاجات في الإيمان المسيحي فوق العقل لأنه لازم نؤمن بالمعجزة بمعنى إيه؟ إنه فيه فيزيكس وميتافيزيكس يعني إيه؟ الطبيعة وما وراء الطبيعة فالله الخالق اللي يقدر يخلق من لا شيء يقدر برضو يقيم من الأموات نعم الإله العظيم ده لما جاه وعاش بنا من حوالي ألفين سنة في الرب يسوع عمل معجزات عملاقة واحد ما عنده عين عمله عين ما بيشوفش عدله بصر ففيه حاجات طبيعية وحاجات ما فوق الطبيعة بس كلها مؤكدة كمان أنت اقتبست من الرسالة إلى رسالة يعقوب وخلينا أوجه السؤال أنا كنت أحاول أفتح على آية ولكن خلينا أسألك السؤال قبل الآية لأنه يعقوب رسالة عملية بولوس تتكلم عن الإيمان أوكي بدون أعمال والرسول يعقوب تتكلم عن دور الإيمان والأعمال أنا عاوز أسألك عنه في هذا الصدد تمام ده شيء مهم جدا وعملي جدا يا أسيس نزار لأنه في ناس تقولك أنا ما أقدرش أروح لربنا زي ما أنا دلوقتي أنا لازم أحسن حياتي شوية وبعدين أروح لربنا طبعا ده كلام مش صحيح ومش مظبوط لأن الرب عايزني كما أنا ومستعد يغفر خطايايا كما أنا الإيمان والأعمال هم يعني وجهين لعملة واحدة بمعنى أن الإيمان هو الأساس في علاقتي مع الله لما ببتدي بالإيمان بيدخل في روح الله وبيساعدني أني أعمل الأعمال اللي تمجد الله لكن الناس اللي بتقول عندها الإيمان الميت ده أنه هو يقول أنا عندي إيمان لكن ما عنديش أعمال ده إنسان مش بيقدم الحق ليه؟ لأنه الإيمان ده لازم يطلع له ثمرة لازم يكون له نتائج ما ينفعش يكون مجرد نظريات في مخي فدور الأعمال هو ثمر للإيمان ما أقدرش أحسن أعمالي فالإيمان ييجي بعديها ما يجيش دي يعني ما أقدرش أبتدي بالأعمال الحسنة وبعدين يجيني الإيمان لا والسؤال كم من الأعمال التي ترضي الله والسؤال الثاني متى أعلم أن أعمالي وصلت لنقطة أو لدرجة أن أرضيت الله بالزبط بالزبط عارف في مثال قيين وهبيل بنجد معنى جميل أوي الرب لما بعد آدم وحواء ما أخطأه وألبسهم أقمصة من جلد صنع الزبيحة وعرفهم بالتواتر بالشفاه أنه لازم عشان تقترب إليه يتقدم زبيحة قيين أدم من ثمار الأرض من أحسن ما عنده لكن الأرض دي ملعونة فكل الأعمال اللي بيطلعها أعمال ملعونة فبتكون النتيجة أن الرب لم يقبل هذه الزبيحة هبيل بالإيمان قدم زبيحة أفضل هو أقدمها بإيه بالإيمان اللي مبني على معرفة من آدم وحواء أنه عشان أقترب إلى الله لازم تكون فيه ذبيحة وهو أصدق كده ونفذ كده عشان كده الرب قبل لكن اللي عايز يبتدي زي قيين ويحط ثمار مجهوده ويقول يا رب شوف أنا جدع قد إيه أنا طلعت الثمار دي كلها وبقدمها لك رب هيرفض هذه التقدمة عشان كده بيقول لنا بيحذرنا أنه إحنا نبعد عن طريق قيين ده طريق الأعمال الميتة لكن إحنا عايزين أعمال حية هنشوف دلوقتي أنواع فإنه كمان في ملايين من الناس عم تشتغل كأنه سلم بالزبط بتحاول تحسن حياتها وكأنه القضية مزان ومننسى طبيعة الله وصفات الله القدوس وإن حافظ كل النموس وعثرة في واحدة فقد صار مجرما في الكل ملعون من لا يثبت فيما هو مكتوب بالزبط فإذن يعني مش عملية تحسين لا لأن درجة النجاح 100% فمحدش بيجيبها على طول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر